ونتذكر بذكر ان احنا لم نستسلم ابدا برغم كل ابعاد الهزيمة المريرة لم يمضي اربع تشهر وفي واحد وعشرين اكتوبا الا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لاول مرة في تاريخ البحرية العالمية اول صاروخ على اكبر قطعة في الاسطول الاسرائيلي كتب التاريخ الاول صاروخ في تاريخ البحرية العالمية كان مصري اطلقه مصريون وتغيرت استراتيجية الحرب البحرية بعد ذلك من القطع الكبير الى القطع الصغير قبل المعركة لما كنت بالتقي بكم في اسربكم وفي سكناتكم انتم والقوات الخاصة وقوات اتفاع الجوي في مرابطها وفي اماكنها وتمتيشين الثاني والثالث في مواقعهم لن انسى ابدا يوم خمسة يونيو ثلاثة وسبعين ومن المواقع المصرية على حاتفة القناة كان التلقين النهائي لكل صار بعد ما شارح لي كل واحد منهم خصته على سيناء الدم تتكلم عن مين ولا تتكلم عن مين من جموع القوات الخاصة قواتنا الجوية بالضربة الاولى اتخذت اسرائيل توازنها واصبحت حربنا تسمى حرب ست ساعات قد الحرب الست ايام اللي قالوا عليها ست سبع وستين في ست ساعات واقل فقدت القوات الاسرائيلية توازنها كاملا لابد ان نعترف بالجدارة والاداء اللي قامت به قواتنا الجوية بالضربة الاولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع قامت قواتنا المسلحة باروع اداء لننسى ابدا الفطولة والفداء جميع فروع القوات المسلحة هذه تواجبها على اروع فروع كان الى جانب السلاح والمهارة في استخدامه كان الى جانب كل هذا في ايمان عن كل واحد فيه كان فيه صلابة كان فيه صلابة كان فيه شراسة مستلهمة من الام والمرارة اللي عانيناها بعد 67 عشان كده تحول الشلاح بيديكم الى شيء رهيب اذكر وانا في غرفة العمليات يوم 6 اكتوبر وكانت تتوالى الانباء بسقوط النقط الحصينة من خط برليف على القناة ورفع العلم المصري سقطت كل النقط الحصينة لخط برليف في ساعات وتتفاع الجوي وتتفاع الجوي ضربت السيادة الاسرائيلية الجوية في الايام السلاسة الاولى الى الحد اللي صدرت فيه الاوامر من القيادة الاسرائيلية بطياريه لعدم الاقتراب من القناة وفي الثلاث ايام الاولى فقدوا اكثر من ثلث سلاح الصيران الاسرائيلي على الجبهة المصرية وزبت الطيارين اللي كانوا بيفقوا ويباقوا بهم لا تتصوروا مبلغ سعادة وانا اتفقد مركز الرئاسة الاسرائيلي المواجه للسويس وبجانبه المدافع التي اعتدت على السويس وخربت الزيتية وخربت السويس اتاهم ابناء من الجيش التالت وتركوا مركز القيادة كما هو بالكامل فروا بملابس فقط اين ذهبت نظرية الامن الاسرائيلي التي حاولوا اقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة اخرى طوال خمسة وعشرين سنة لقد انكثرت وتحطمت موسيقى احمد الله فقد كنت واثقا انني سألتقي بكم وتحت اعلام النصر ففي اخر لقاء لي معكم ذكرتكم بان شرف مصر امانة في عنقكم ولقد اديتم الامانة وصنتم الكرامة ليس لمصر احدها وانما لامتكم العربية باكملها يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا مرتفعة راياتنا ابناء الجنود والطباط ليت مصر كل اماع اليوم ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما افخروا بكم اليوم موسيقى لمسة وفاء واخلاع هي مصر مصر الوفاء مصر الاخلاع مصر الحب نطلعين باكثر من 85% من اسلحتنا سليم انا فخور بكم ياولادي فخور بكل انسان فيكم موسيقى فخور بشو هدأنا موسيقى فخور بالروح الي دخلتم وقديتم بيها اداءكم القتالي موسيقى كل دا بفكروا انا قاعد معاكوا ياولادي النهاردة وبقول لكم خططنا ضعتلنا نجحنا انتصرنا وبارادتكم وبسلاحكم وبطوتكم فتحت فنالكم كتعبير عن انتصاركم وانتصار ارادتكم موسيقى 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 الشرف عشان تظل دائما الشمس تشرق على البلد موسيقى موسيقى موسيقى